رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا تنمى أرضى مولاه بما التزمى طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان الحسنات رمضان محط البركات رمضان مجال الصلوات تسمو بالنفس لمولاها الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وأزواجه أفضل صلاة وأزقى تسليم أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أنا سعيد في هذه الحلقة بمعكم أيها الأبناء وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن يوفقنا جميعا في دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه لي ذلك والقادر عليه يعجبني حقيقة حينما أرى ناشئا أو طفلا يتربى تربية طيبة وتجده يعني ببراءته بهدوئه وكذلك حتى بما أتاه الله سبحانه وتعالى تجده يقرأ قرآن أو يتلو حديثا أو يتحدث أو تجده على منبرا يتكلم بعض سبحان الله الأطفال عندهم من القدرات الكبيرة الجميلة فهذه نعمة من الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بالصبيان يهتم بالأطفال يهتم بالناشئة ويهتم بالشباب ويهتم بالشيوخ ويهتم بالكبار ويهتم بالصغار ويهتم بالرجال ويهتم بالنساء صلى الله عليه وسلم فكان هذا من منهجه صلى الله عليه وسلم أنه يهتم بكل فهب بل كانت كان اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه حتى بغير المسلمين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم كان اهتمامه واحترامه وتقديره صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وكان عليه الصلاة والسلام أيضا كان اهتمام الصغار له اهتمام خاص عليه الصلاة والسلام ومن اهتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع بعض صحابة مع أبنائه وعما أبنائه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة جميلة يعني كان مع يلاطف ذاك الصغير ويقول ما فعلن غير يا أبا عمير وكان صلى الله عليه وسلم كان يعني يقوم بجهد كبير صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في أنه يلعبهم عليه الصلاة والسلام وانسهم وكذلك يقوم بشيء من حاجياتهم عليه الصلاة والسلام ولذلك كانوا يحبوه ويرغبوه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت فيه ابنته أو بنت بنت زينب يعني لما خرجت أمامه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة في مسجده وكانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد وأقام بلال بن رباح رضي الله عنه تعلقت بنت بنته رضي الله عنه في تلابيبه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها على عاتقه ثم بعد ذلك سر معها صلى الله عليه وسلم أمام المصلين ووسط التوسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف في المنبر ولما وقف النبي عليه الصلاة والسلام استغرب الصحابة أن أمامه قد تعلقت بماذا على كتفه وعلى تلبيب عليه الصلاة والسلام فلما استغربوا لهذا الموقف عليه الصلاة والسلام قال اشتووا واعتدلوا ثم كبر عليه الصلاة والسلام لما كبر قالوا لعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع هذه الصغيرة يضعها وين؟ يضعها عند الركوع ولكن لما وهو راكع صلى الله عليه وسلم كان متمسكة فيه وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم كذلك في السجود ثم قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام سلم بها ثم وهي على كتفه عليه الصلاة والسلام وذهب بها قام عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى غرفته ودخل ماذا؟ ودخل إلى غرفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا بأبي هو وأمه شوف هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تواد وملاطفة مع الصغير ما تمسكت في الصغير هذا شيء مهم الأمر الثاني لو لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من وقته ومن عطفه ومن حنانه صلى الله عليه وسلم ثالثا أن هؤلاء الصغار سوف يكبرون في يوم الأيام ويكون أمثالكم في الشباب وكذلك سوف يكون وهم هؤلاء هم عدة المستقبل ولذلك ينبغي أن يهتم بها من الأشياء التي لا بد أن يتم الاهتمام بهم هو في قضية رمضان وتربية هؤلاء الصغار على محبة رمضان وتهيئتهم لرمضان بحيث أنهم يهتمون اهتماما كبيرا في هذا الجانب وهو جانب ماذا في جانب رمضان والعناية بشهر الله سبحانه وتعالى جميل جدا أن قبل ما يدخل رمضان أن يتعود هذا الطفل على أمور كثيرة يهيئ أنه سوف يستقبل أفضل الشهور وأفضل الأيام وأفضل القربات حتى لو لم يكن أنه يعني يصل سنه إلى سن البلوغ طيب لكن جميل جدا أن نعود البيت الصغار والكباب بالفرحة بماذا بفرحتنا بقدوم هذا الشهر العظيم نبشرهم به نعلمهم به نبلغهم به نعطيهم بعض الأشياء التي يعني تتوافق مع مستواهم ومع كذلك حياتهم وكذلك مع واقعهم ومن ذلك أن متى نقول للطفل أنك لا بد أن تصول طبعا إذا بلغ لأن هذا شرطا من الشروط وطيب متى نعوده على ذلك إذا بدأ من عمره وعشر سنوات طيب لو ترأينا بعض الأطفال رأيناهم أنهم ممكن أنهم يصومون وأعمارهم قبل العشر سنوات أنا أعرف بعض الأطفال في بعض البيوت الصالحة الطيبة أنهم يصومون وأعمارهم سبع سنين وبعضهم ثمان سنوات وبعضهم أقل من ذلك هذا شيء جميل هذا شيء رائع أيها الأبناء لكن شيء الجميل أننا شيئا فشيئا نعلم هؤلاء وندرب هؤلاء شيء فشيء يعني أحيانا ما يستطيع أن يصوم اليوم كله ما يمنع أنه يصوم وإذا جلس يفطر ثم بعد ذلك يمسك بقية اليوم ويفطر مع الفطور يتعود بهذه الطريقة مرة ثانية أنه يحاول أن يصوم اليوم كامل يوم مرة ثالثة أنه يصوم خمسة أيام ستة أيام وهلما جر في كل سنة يحاول أن نتطور وكلما صام جميل جدا أن نشجعه نحن في البيت ونعينه في البيت ونساعده في البيت لماذا؟ لأنه جميل جدا أن الأطفال الذي اعتنى بهم رب السماء واعتنى بهم الله سبحانه وتعالى واعتنى بهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعتني بهم ونقدرهم ونحيطهم ونحترمهم ونحاول أن نعطيهم مكاسب كبيرة في ذلك لما في ذلك من الأجر العظيم والخير الكثير الذي هو موجودا عندهم إذن لا بد أننا نعلم هؤلاء الأبناء نعلمهم نعلمهم يعني على قراءة القرآن خليهم يتلون القرآن بعض السور جميل جدا أن نحفظهم بعض السور بعض الأحاديث مثلا دخول للمسجد الخروج من المسجد دخول الخلاء عزكم الله الخروج من الخلاء كذلك بعض الأدعياء الأخرى هذه جميل أننا نعود الأبناء نعودهم على ماذا؟ نعودهم على مثل هذه الحياة الجميلة لن ينسونها والأجمل من ذلك أنك تعلمهم على أنهم يكون جزء من مثلا أن يعتكفوا لو وقت يسير من الاعتكاف أنه يطول المكث في الجلوس لهم في هذا المسجد شريطة أن لا يكون هناك أن يؤذون المصلين أو أن يسببون إشكال المصلين كذلك في صلاة التراويح من الأمور التي تعاني منها المساجد أن الآباء يصلون في خشوع وأن الأمهات كذلك ويتركون ماذا؟ يتركون أبنائهم يسيحون ويلعبون في ساحات المسجد وهذا خطأ كبير خطأ كبير لماذا لن نسي تأذون والذي أعظم من ذلك تجدهم يلعبون ويمرحون بين المصلين فيفقدون الخشوع ويفقدون الخصة في المساجد الذي يرتديها أناس كثر والمفترض أن المرأة تحافظ على ابنها وكذلك الأب أنه إذا جاء مع ولده أن يحافظ عليه محافظة طيبة لكن الشيء الجميل الذي لن ينساه هذا الطفل وأنا أتوقع أن كل واحد منكم وأنا أيضا أتذكر أيام جميلة حينما كنا في فترة الصيبة يعني في رمضان وأيام رمضان وكيف كانوا الناس يعني يستقبلون هذا الشهر وهذه كلها من الأشياء الجميلة جدا التي ينبغي للناس أن يهتموا بها ويعتنوا بها يعتنوا بأطفالهم ويهتموا بهم لماذا؟ لأنني كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالأطفال ورب هؤلاء الأطفال ورب صحابة تعني رب وأبنائهم تربية طيبة فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية وإذا تربى الطفل من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته أكثر إشراقا وإبراقا وخيرا إذا كانت البداية مشرقة وتربى الطفل تربية طيبة صالحة فإن ذلك سيعود عليه في شبابه ويعود عليه أيضا في رجولته ويعود عليه أيضا في شيبته كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الأعمال الطيبة من الأشياء الجميلة التي ينبغي أن نحرص عليها لأطفالنا الدعاء نعلمهم بعض الأدعية جميل جدا أنه يستمع إلى إمام المسجد وأن يسجله أو هو يسجل الدعاء أو كذلك يسجل دعاء الحرم وبالتالي يستمر في حفظ هذه الأدعية مع كثرة تكرارها هذا شيء جميل جدا من الأشياء التي ينبغي أن نعلمها الطفل حقيقة في مثل هذه في رمضان قضية الإنفاق والبدل في سبيل الله سبحانه وتعالى لماذا لا نعلم الأبناء أنهم يقدمون ويبذلون وينفقون ويتصدقون فإن ذلك فيه خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى أشاهد أيها الأبناء أيها الإخوة أيها المستمعين أيها المشاهدين والمشاهدات أننا نهتم اهتماما كبيرا بالأبناء وبالصغار أسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إذا كان في سؤال بارك الله فيكم نعم فضل فضلت الشيخ لماذا نجد ضعف الإنتاج في الأعمال في رمضان هذا سؤال رائع جدا حقيقة سؤال رائع جميل جدا ويمكنني ألمحت شيء في بداية الحديث أن بعض الناس يضعفون كثيرا في شهر رمضان وللأسف أنهم يجعلون رمضان إنما هو رمضان النوم والراحة كثرة النوم وكثرة الراحة وكثرة الأكل والتخمة وكذلك متابعة بعض الفضائيات السيئة حقيقة ومتابعة بعض الأمور الغير لائقة وهذا مما يفسد الصوم ومما يقتشه حتى لو كان في المساء يجب أننا نحرص لأبنائنا بصورة عامة وكذلك لكل هذه الأمة نحرص على أننا نؤكد أن رمضان ما هو رمضان رمضان العبادة رمضان القوة رمضان المنع رمضان العز رمضان الجهاد رمضان كل هذه الأشياء مهمة جدا وارك الله فيك نعم فضل يا أبو عارف ما رأيك شيخانا في تغيير وقت الدوام إلى الفترة المسائية وهل ذلك يعتبر من الرأفة في الناس هذا جميل لو كان للعمال أن يكون مثلا لأنهم يعيشون فترة طويلة في الشمس فجميل جدا أن يكون بدل ما يكون في الليل مارك الله فيك هذا مقترح جيد وأتمنى حقيقة أن الأخوة الذين لهم دور وأثر أنهم يستمعون إلى مثل هذا المقترح الجميل هذا لو كان تحول العمل بدل ما يكون في عز النهار ويضطر بعضهم إلى أن يفطر أنه يتحول إلى ماذا إلى الليل وهذا أمر مهم جدا حقيقة ومقترح جميل وأشكرك أنا حقيقة عليه لكن بصورة عامة جميل جدا أن نبقى على ما نحن عليه لماذا؟ لأن رمضان ليس هو مكان لأن أغلب الناس يشتغلون في أعمالهم وفي مكاتبهم وفي شركاتهم ومؤسساتهم والحمد لله رب العالمين تظل الفترة اليسيرة التي يخرجها الإنسان من مكتبه إلى بيته فقط هذه حالة بسيطة وهي السيارات مكيفة أو الله العمد لكن بصورة عامة لا بد أن ندرك أن هذا لا شك فيه رأفة بالعمالة التي تستحق منا أننا يعني نهتم بها ونعتني بها فهؤلاء إخواننا ويقول صلى الله عليه وسلم خدمكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم ما لا يطيقون وإذا حملتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات المباركات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يشدد على دروب الخير خطاكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين أنا حقيقة سعيد جدا باللقاء بكم وبالجلسة معكم وبهذه الأسئلة الطيبة التي أسمعها منكم ينموا عن فطنة وينموا عن دراية وينموا عن علم وينموا عن أدب أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وإن شاء الله أننا نلتقي في لقاءات أخرى وفي حلقات أخرى بإذن الله عز وجل أتمنى منكم جميعا أن مثل هذه الرسائل وهذه الكلمات وهذه الأمور أن توصلوها إلى إخوانكم وإلى أصدقائكم وإلى أحبابكم وإلى زملائكم وقبل ذلك إلى إخوانكم في بيوتكم وإلى أمهاتكم وأبائكم وإلى أقرب الناس إليكم فهذا من باب الخير ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب أيضا نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء هذه الحلقة أو جميع الحلقات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان تجلى وابتسمى رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا تنمى أرضى مولاه بما التزمى طوبى للنفس بتقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر